بيرستاو وفي موسمه الأخير تبقى للتعاقد الموسم اللي احنا بنبدأه ده آخر موسم لبيرستاو بل وقبل بداية الموسم كان فيه محاولات لأنه يسيب المكان ده عشان يتحط فيه أجنبي تاني إذا أراد الأهلي بيبدأ أول مباراة في الموسم بنفس مفتوحة بهدفين وبيساهم في التالت وبرسالة حلوة في البداية شفت إزاي مستوى النهار بيرستاو طبعا لعيب كويس قوي شفنا تاريخه مع النادي الأهلي تاريخ حافل وهداف وسريع وراجل لعيب كويس قوي يعني البداية النهاردة الراجل يعني كان فيه أقويل الفترة اللي فاتت ده النادي الأهلي هيمشيه أصل النادي الأهلي عايز مش عارف كذا عشان يجيب مهاجم كذا ما كانش يلعب والنهار ده الراجل لو مش مقتنع به كان وفيه ناس كان بتقول ريدا سليم اللي حيلعب لا هو بدأ به لأنه هو مقتنع به ومقتنع به لأنه هو لعيب كويس والنهاردة أثبت كده وراجل إفريقي واخد على الأجواء الإفريقية وعلى الملعب اللي كذا وعلى الجو اللي كذا وكذا النهاردة أنا بقول أنه هو يعني سكت أو الكلام اللي كان بيتقال عليه خلال الفترة اللي فاتت أنه هو هيمشي لأنه بالعكس هو النهاردة حط رجل أساسية في بداية موسم في ماتش مهم صاحب هدفين ولعب كويس وكان سريع ومستعوز على الكورة والنحية الدفاعية برضو يعني كافية تحافظ على الاستمرارية في دي لأن لسه كنت وانا بتكلم مش عارف تتفق ولا تختلف معي تحس إن فيه مزاجية شوية يعني فيه أيام بيبقى مبهر باين الكواليتي إن اللاعب ده كواليتي لكن فكرة إنه يبقى كل الماتشات عنده ده إزاي تحافظ عليه؟ هي اللي احنا قلنا من شوية اللي هي المنافسة لازم فيه حد بينغص عليك حياتك وقعد لك بره لازم يعني ما هو على الجانب الآخر بيقفش لما بيلعبش أساسي بيقفش لما بيلعبشه وده بيطيعه بره التركيز حتى لما لو يعني بدأ أساسي بيبقى كويس وماشي كويس نزل شوية في الآخر ما بيبقاش عارف من الضبط نفسه لأنه حاسس إنه هو في بعض اللاعبة بتحس إن هي لأ إمكانياتها إزاي تقعد هو ده يعني مشكلة بعض اللاعبة اللي عندهم الحتة دي لأن دي بتودي في طريق تاني خالص لا ده أنا ألعب وأنزل لما بقى الربع ساعة ولا تلت ساعة أنزل أبقى كذا كنت بتزعل لما بتلعبش؟ الحقيقة طبعا كنت بتعمل إيه بقى؟ بس فيه فرق بقى كبير فيه فرق كبير فرق إنك تزعل وتبقى خارج بره التركيز وفرق إنك تحول للزعل ده إنك لما تنزل تلعب وبعدين أنا أيامي لما كنت بلعب وأعود أنا بكنت بلعب وأعود لكابتل مصطفى يونس كابتل فريق وكابتل كبير حتى أنا لو كويس أنا لسه صغير أو بالنسباله نعم لما تتبقى ألعب الحمد لله بكنت بلعب على طول يعني كنتش باعد يعني احتياطي فهي زي بقولك لازم بيبقى فيه زعل إيجابي أيوة يعني بقى زعلان ومأموس ومدقى لأن أنا لو ما زعلتش وراضي إن أنا بقى موجود بس لا ما ينفعش مفهوم طيب النقطة دي بتتلاقى مع مبدأ موسيقى